لأول مرة في الأردن والشرق الأوسط أقيم حفل بعمان للإعلان عن فيلم القديس لوقة مترجم بلغة الإشارة الأردنية وفي الحفل ألقى مدير حمامة السلام للصم السيد ساهل عبابسة كلمة بين فيها الجهود التي واجهها فريق العمل لإنجاز هذا الفيلم الذي استغرق العمل به حوالي ثلاث سنوات كما ألقى ممثل من الشركة المتبنية لهذا المشروع كلمة أكد فيها مدى فخر الشركة بالمشاركة بإنجاز عمل كبير كهذا الفيلم الذي تم بالتشارك مع حمامة السلام وفي ختام الحفل تم تقديم درع لحمامة السلام وشهادات تقدير للفريق الذي قام على هذا العمل نحن اليوم لدينا انطلاق حفل ترجمة القديس لوق على لغة الإشارة وهي شغلة أول مرة بتصير بالأردن والشرق الأوسط هي عبارة عن ترجمة الكتاب المقدس حرفيا إلى لغة الإشارة كلمة بكلمة آية بآية وهذا الأشي مستهدف لفئة الصم الموجودين بالأردن فلسطين سوريا العراق لبنان وبعض الدول من الدول الخليجية كمان اللي بتتناسق مع بعض بلغة الإشارة هذا العمل هو الأول من نوعه احنا عملنا قبل أربع خمس سنين فيلم حيات يسوع بلغة الإشارة بس هذا احنا دخلنا في ديتيلز أكثر وفي خلينا نحكي أعمق أكثر صار الأمور أدق من ناحية الترجمة أنها صار للصم يقدر يقرأ كتاب مقدس آي بآي ويمشي الكتاب مع الإشارة وهذا هو المشروع اللي رح ينطلق اليوم هو عمل مضني لأكتر من ثلاث سنوات ظلينا مستمرين فيه خلصنا واليوم هو يوم المنا بالنسبة لنا ورح نبلش بعرض الفيلم ورح ننشره بهاي المناسب اليوم